قاموا بهجمة إعلامية ضد التيار ومن ثم ضدي بالخصوص بالاسم ومن هنا أنا أقول حتى لو كانت حملة إعلامية ضدي أنا ما أقبل أي واحد من التيار الصدري يستهدفهم بحملة إعلامية مضادة فأدعوهم إلى التروي والتعامل بحكمة من أجل المذهب من أجل الوطن من أجل الإسلام من أجل المصالح العامة من أجل الشعب فالسلم الأهلي مو لعبة لا بيدي ولا بيديهم السلم الأهلي خطة حمر لا يمكن أن يتعداه أحد والشعب يجب أن يعيش بسلام لا من أجل أن ننصل إلى مناصب وكراسي وبرلمان وحكومة كون نقتل الشعب لا ما كنت شيء هذا حرام وممنوع إلى يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر